موسيقى الانسان العربي في ولاية جنوب دارفور يرتبط ارتباطا وثيقا بفرسه او بحصانه يشكل له حياة باكملها يتنقل به من مكان الى مكان جزء من شخصيته من قوته من تراثه اهلا مرحبا بك انا شايفك على صهوة جواد وشاي الحربة لماذا ترمز يعني الحاجات موسى ادم حمدان من مهلية الوهدى الملم خيدي يا موسى بريني الخيل في حياة العرب هنا في جنوب دارفور في جنوب دارفور والحمد لله الغير هنا في نواصيهنا الغير والحمد لله زي ما شايفين انت قدامك بيان بالامل ونقول نشكر الغير منقول زايمي الجار الكهيل نايمي مقدمين فوقنا حايمي زايمي جار الكهيل نايمي مقدمين فوقنا حايمي زايمي جار الكهيل نايمي مقدمين فوقنا حايمي زايمي جار الكهيل نايمي مقدمين فوقنا حايمي من زمن طولة والبدور سمئتنا والله ما يلقاه بقاس يؤلمه سهولة سمئت الناس سمئت بنيقورة سمئت الناس بطيئة سمئتنا عنه ناجودة طيرات بشيرنا في الجوم اللي حفبه وفوق زي النسورة وخواته في الأرض حاملة سبيدرنا رسقهم بارودة المتمردين أردوا قلوا بيوتهم مزدودة والله سم علينا من الزمن بارودة قيلنا لبابات قيلنا غوارات قيلنا صبارات قيلنا لكلهان فوق ما صبك انفات من زمن الجهات لنا النصر طراز أجدد اذا ما عنده خيل هنا في دارفور يعني يعتبر ناقص حاجة ما ناقص ما فرس يعني عشان تكون فارس لازم يكون عندك خيل تمام لازم لازم يبقى اندي خيل وما عندك فارس لازم جرباق من جربين سالة دمون قدر جرن بالناس ومان بظروف شان ان مبركب من ضي برير مقصي تمام سوا بركب لي كلال غير بحمل القطش مجوى وين بكرر غير المثور وزابرانا البراج كفوق اللي الدنقال الزغراطة اللي ابقى مانا الجاري اشراق ورون الكريم عدان اليها امانا انينا السودانيين ما بنجرب نغل المانو وبيشرك الخير يا سلام عليك يا سلام عليك ويا سلام على الخير انا شايفك فرحت من كلام الزول ده في مديحه للخيل والركوب للخيل نعم الحصين المهر هو ركوب الاصحاب والرسل من زمانك ما هسيه وان احنا بنشجع بالحصين والفروسية ليه يوم الغيامة مهما يكلف الحصين والفروسية ان احنا ما بنتنازل من من ظهونه لأي سبب من الاسباب ان الحصين والفروسية دي تراث الرسول ذاته زمانك جاهد بين الكفر لقناء عندنا موجودات في التراث حقنا هن منصورات في الدنيا اخرى ومهما يكلف نحنا ما بنجامل بالفروسية نهاي الفروسية دي مهما يكلف الامر هل فرسان بيركبوا الخيل بالسباق وكذا ولا بس بيتسافروا بيها يا نعم يا نعم سلام يا سلام كل الفروسية دي تلاتة ارباع جاري في الصباق المهر تلاتة ارباع جاري في الصباق والان انحنا جينا من محلية اهناي عسلايا تابع للضعين جينا على اجل الصباق جيتوا الصباق المسافة دي قدروا شنو مسيحتوا قدروا شنو يعني المسافة بتاعت الدابة دي ما شافة بتاعت اربع يوم وانحنا بنسري بالمسا والصباح ماشيين اربع ايام جايين بحصينكم عشان تشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتش آمين إن شاء الله آمين إن شاء الله آمين نحن بنركب الفروسية فراسة الغالي محمد آدم من محلية الوحدة الملم بنركب الفروسية فراسة بنركب الفروسية للإزة والكرامة والجح بنركب الفروسية لتسيير الإرسان لمراسم المناسبات بنركب الفروسية في الصباقات بنشارك فيها في جميع الصباقات في ولاية جنوب دارفور خاصة مضمار ولاية جنوب دارفور مضمار الفروسية نيالة نادي نيالة ونادي البحر ونادي الملم ونادي الفاشر الفرص مهم جدا في حياتكم في الأزواج في الفزع زمان الناس كانوا يفزعوا بالحصان جزء من شخصية الإنسان في هذه الولاية منذ الخدم خاصة في الخرى الناس دائما وأبدا يركبون الفروسية ونسهب بها إلى الفزع وإن شاء الله دائما وأبدا منصورين لأن القيل ما أخذون على ناصيها القيل إلى يوم القيامة الحاجة الثانية بالنسبة للمناسبات عندنا مناسبة إذا ما يجو فيها ناس القيل أو ما يجو فيها الفرسان والأريس الماسي يروبو الهصان الشكل كده بيكون ناقص أو ما أريس تتم فهولته عندما يركب في الهوزان وعندما تم تطي الهوزان تشعر بأنك رجل مكتمل هذه هي حياة ربما الفرسان في بلاية جنوب كردفان وعلاقتهم في بلاية جنوب دارفور وعلاقتهم أينما كانوا بهذا الحصان الذي يمثل العزة والكرامة والرياضة أيضا وقلوا الخيل القدر سعيد علي والدى المرأة البطاشة فين قال من هنبري أنا أندسة لي في شوكولة أقوم أجري القدر دو دل الرقاب فين شري ما بندني الخيل الغزم بعيد للخبر جابنا الخيل الغزم بعيد للخبر جابنا كروداك انضرب سلاح الرن والدى المرأة البطال برهجنا رمان نزرعين دق جرنا والخيل درنا الخيل غزم بعيد للخبر جابنا كروراك انضرب سلاح الرنا والضلمر البطال برهجنا رمان نزرعين دق جرنا والخيل درنا الخيل شدو انكفا وده الحمار فضل الجقا ابو ابو يمسع الحصان وين الشهو بيلقاه الخيل شدو انكفا والحمار فضل الجقا ابو ابو يمسع الحصان وين الشهو بيلقاه خلونا نعيش سوا الرجال الفوق الخلا لالا لالا من الحروب السلام في الدولة أحلا لالا لالا سوا الرجال الفوق الخلا لالا لالا حين الحروب السلام في الدولة أحلا لالا 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 من الحروب السلام في الدولة أحلا لالا لالا مؤمنين نرجو الله خالق ما خلاه ورجالنا ده الموقفر وسلامنا خلاس تمه رجالنا بشارونا بالخير قال اننا الجيم والقلاة جدعنا هناك برا حديد تندك ندو قوليك انجراري تحشي اللي كان بيغ الله فوق سوني ومرتجل لنشرف ونستحمى أصمتنا جبل من رضار فور بلد الأب وبلجيت والله ما بتلخلا اللا لالا 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 لالحروب السلام في الدولة أحلا انحنا مؤمنين نرجو الله خالق ما خلاه ورجالنا ده الموقفين وسلامنا خلاس تمه رجالنا بشارونا بالخير قال اننا الجيم والقلاة جدعنا هناك برا حديد تندك ندو قوليك انجراري وتحشي اللي كان بيغ الله فوق سوني ومرتجل ونشرب ونستحمى قصمتنا جبل مرة دار فور بلد الأبو بلدت والله ما بتلخلق الحصين اللي تجي للسودان أصلا هي حصين مستوردة الحصين هي أصلا من هنا لكن الفحول اللي بنشبب مننا دي هي أصلا مستوردة تجي من كينيا تجي من الإنجليز تجي واحد من أبو ظبي من جميع الدول أن نشريف الحصين العصيلة بنجيبها هنا عشان نقضي بيها جولة في الديربي الديربي ده طبعا أن نحن الحصين بنولدتها هنا ونخش بها الميدان لما نجوات يجيب جائزة إذا بدوك فوق عربيتين ثلاثة ثانية ما بتبعو لأن على حسب حرارته وعصالته وبجيب ليك الكوس والشرف للأهل وحصيننا دي أن إحنا ممنق بالبيع أصلا بنحب أشد من أبناء أن أبناء أصلابنا لأنه هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الخيل معقود على نواصيها الخير إلى يوم القيامة إذا ما عندك أي شيء جوادك بكون مانع ومؤثر أنت بتكون عزيز وسط أهلك وسط الجمهور والخيل هي أصلا نحن بنستعملها في الشدة والرخاء في الشدة والرخاء يوم الأفراح بنربط فيها الزينة يوم الأفراح ويوم أسمعته الفزعات قام نركب فقه سلبية نركب فقه سلبية ما من شدة أي زينة لأنه إذا طردت تلحك شغلك البيقي ما فيه طيب يعني العرب يقيمه الشاب بنوع الحصانة بشكل آخر يعني الإنسان الفارسة اللي يكون عنده حصان يكون مقيم في القبيلة مقيم بين أصحابه أيوة أن إحنا عندنا أي زول راكب في حصان أن إحنا منعد أنه هو فارس واستأهله والزول الما عنده جوات ده من سموه الزول الخميلة ساكت معناته إدتا بقوله ده بقوله ده أخير مننا أما الزول إذا كان ما عنده جوات وهو أصلا زول حتى في حديث بقول إذا إدتا لم تستطيع الشراء الحصان كنت لقيت عظم بتاع حصان تجيبها تقوزها في بيتك لأن موضوع العظم ده طبعا نسيرة حقته طويلة نقصر ما دونها لكن أن إحنا بنحب الخيول ومنحب الناس اللي بتركب في الخيول لا بنشاهد ناس العربات ولا ناس الطائرات أن إحنا ما أحصينا ديل هذه هي حياة البادية ربما وربما هذا الاعتقاد الذي يعتقده هؤلاء في فرسانهم أو في حصينهم التي تملأ هذه الساحة في هذا اليوم ربما يكون هناك حصين بهذه الزينة بهذا الجمال يعرضون ويستعرضون إمكانياتهم ويستعرضون فرحهم وفخرهم بحصينهم هذه الجولة ما زلنا نتلمس فيها حياة البادية وحياة العرف في بادية جنوب دارفور كيف يعيشون ارتباطاتهم بالأرض وبحصينهم وبجمالهم أيضا ربما هنا الآلاف أيضا يركبون على هذه الجمال وللجمال أيضا قصة نتابعها عبر هذا الحي نحن حقيقة بنتعرف على حياة أهل البادية تعرفنا على علاقة أهل البادية في ولاية جنوب دارفور بالحصين ونحن أيضا يعني هناك علاقة كبيرة جدا ما بين العرب في ولاية جنوب دارفور والإبل ده نتعرف على أقسام الإبل نتعرف على أنواع الإبل نتعرف على أسعار الإبل وعلاقة بالإنسان في البادية يعني نحن كذا عرفنا بداية عن أنواع الإبل عندكم. أهلاً وسهلاً بكم. بسم الله الرحمن الرحيم أولاً. نحن سمعداء جداً بتجين ناس من مسؤولين الإعلاميين الناس الكبارة اللي عندهم خبر في الإعلام وبيرفعوا سمعتنا وعاداتنا وتقاليدنا. نحن كعرب من قبيلة الرزاقات والطهرية معروفة لدى كل أغلم غرب دارفور معروفة قبيلة تاريخية ولها تاريخ ولها إنجاز كبير جداً والحمد لله يعني ياهو كما تشاهد يعني نحن الليلة هنا في منطقة ملغورة سعادة جداً بهذا المخرجان العريق وضم كل شتى أنحاء الغبايل في أنحاء شمال جنوب دارفور وشرقي دارفور وغربي دارفور وحتى شاركونا ناس حتى من أشواط بعيدة ونحن غاية سعادة جداً لكن فيما يتعلق بالإبل وألوانها وأشكالها وأصولها أن نحن هنا بنملك الإبل العربية باللي هي المعروفة الإبل كبيرة الحجم وعندها امتياز في الأسواق وغالية السمن أما فيما يتعلق بالإبل اللي هي إبل ميادين ياهو بتستورات السعودية في الميادين وفي الاستعراضات وفي المهرجانات ديك إبل ميدانية في الصباقات في المهرجانات يعني في الديربي كما هو معروف ديربي القيل يعني برضو هي ليها ديربي وشكراً هل هنا صباق هجن؟ أي عندنا صباحياً يهو في جنوب دارفور هنا في صباق في شمال دارفور في صباق في غربي دارفور في صباق كل ولاة دارفور الخمسة في صباقات في ميادين كل إبل البحارية بتجين من شرق السودان وشمال السودان أننا هنا ما عندنا لعين عدتها الإبل بتاع الميادين هي عندنا هنا في غربي دارفور بسيطة وفي جنوب دارفور بسيطة وفي شمال لكن الإبل أقلها كلها بتجين من الشرق ومن الشمال ومنشتريها بأغلى ثمن بستين ألف سبعين ألف تلاتين ألف أربعين ألف وفي ناس لكن يقول مؤكري بأغلى على الوصف نحن لدينا يوسع عمل NICK إبهacaً يتغير بعير من هو تا sweeter أنا تبحث عن المؤكري معين على أنت أليها أنا يمنع على أن المؤكري على الأذن أنا يمنع على أغلىبل сколькоناbu längه مؤكري مثل كل تمشها ي usage of the founder of thegalbe أن يبقى مؤكري يا دارفور إن أن أغلىبل النب الوصف أنا أتكلم لك في مجمل الثقافات في ناس يقولون أن نوكروا توكير في ناس يقولون أن نلقح وطلقيح الناس اللي هم عندهم اللهجة اللهجة العربية الأصيلة طيب كونيس الجمل بالنسبة لكم أهميته شنو في حياتكم؟ أهميته أول حاجة أن إحنا العرب نرحل بصفة خاصة في ولاد دار فورا الخمسة أن إحنا نعتمد على الرعية كان إبيل والله كان ضان والله كان أبغار هذه هي المهنة الوحيدة اللي نحن بنستطيع منها بنأكل منها لقمة العيش أساسا ثم ثانيا الزراعة أكتر مهنتنا أن نحن نرحل ولا زال يهو أنتم كما شايفين يعني يهو المستعراض يهو أمامكم يعني صبقته أكت في الرهيت لكن ما يندقونه لا يعني شاركت في سباقات هجنة وتشارك بسرعة خشجته في الرهيت سابق جنم رهي واحد جنم رهي واحد؟ اي والجائزة كانت شنو؟ الله إذا كجمال بس بشيله من دا ومن دا وبدو شواء سكر وبدو زي مليوم وبدو حاجات كده تشجيع كده بس يعني؟ هاي تشجيع بيناتنا في الحلة في الحلة؟ هاي في الفريق بس عشرة جمال خمسة عشر ناخد مقروش شنو مشضع بين السباق والسباق دا بيدعملوا كل سنة ولا يعني بس بمزاج الشباب؟ كل سنة كل سنة ها كل سنة مجيبوا السباق في الرهيت وفي البلد القربية المسافة كم يعني البجرية جمال؟ ستة وخمسة واثناشر هل هي جمال؟ في جمال بجرم في اتناشر في جمال بجرم في خمسة في جمال بجرم في اربعة هاي زين الجمال بالهودج والهودج يتكوى من شو؟ يتكوى من جلد الإبل والبقر والماعز والضان يلا منصنعوه بالقرض نعم ومن يتخفوا يعني يتطبقوا الجمال ايوة بالقرض بعد ذلك بتعملوا الأشكال بعد منعمل الأشكال ده منزينوا بالودع وبالريش وبكل زينة يعني لازم الهودج يتزين بشتوى؟ ايوة للعروس ولا لكل زول؟ للعروس ولا لكل زول يعني الهودج ما معسس لأي ما مخسس لأي زول براه يلا ما نقول لهم ما نقول لهم بتكلم عليهم تيران الجواميس وبعزل ليهم أجمل الحديث جود رجالة ودهرهم يعيش صوتهم عالي مع الرئيس الضبية الضبية دي الضباية دي بيدخل فيه دي الضباية دي الزينة دي الزينة دي الزينة دي الزينة والسعن حق الموية والقربة دي معلقات بقدام أطفال عطشة بتسقيهم وكان بالطريق ذاته لك الزينة العطشة تسقي موية من تلزم الجمل تسقيهم الموية بتنزل بتأكلها وشرابها كلها في ظهر الجمل دا بتولع نارها بتسوي أكلها وشرابها نمشي مسافات بعيدة نمشي مسافات بعيدة ترحل من الصباح للمساء والجرس دي بطب وهي ما ناشى بالزينة الجرس ما تم الزينة زينة الهودج أيوة يلا زيداك نحدنا من تنزل ما بتشعر بحر هسه شوف ولا في شمس ولا حاجة قاعدة في الظل مرتاحة ها هي عندها الحمرشوف دي للمفارع والحمرشوف الحمرشوف دي ها هي دي دي الحمرشوف الناس تحمر تشوف والجمل ماشي والناس تحمر تشوف يعني زينة كده زينة الهودج أيوة ويلا بعداك يلا دي الحمرشوف ودي المفارع تحت كمان تتفرع تحت الجمل دي تضرب ورا ودي تضرب قدام والزينة تامة ما بتشعر بيجينة من تنزل بزهو كده وفخري يلا أيوة وعندها هاي دا الفايقة كمان يد دا الفايقة دي هي جايبة ورا يد دا الفايقة دي كمان تقلد على المرة المرتاحة ومحننة ويلا دا الرسل يعني زون العندا عز كده أيوة دا الجنبار أيوة 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 الله ما عنده كل ربنا ما بخليه آه الحمد لله إن شاء الله ويلا اللبن في الكمبوت أيوة بتنزل بيتكب الموية وبتنسيها باللبن الرايب دي وجبة أساسية أيوة وبيدوها للناس بيشربوها خلاس كده يعني ما رب تاني زول بيشعر بيجوع ولا بيعطش لحد ما تصلوا محلماشا أيوة وياه دا الزينة دي حياتنا حيات الدنيا علينا ويلا يلبي هناك كمان بيجن بيقدام بيحلبوا اللبن وبيجيبوا القعام بيشرب والبعالج الناس زاهتوا من المرض وكل شيء الميدالية دي شنو يعني انت اللابسها ها دي فضية دي المكافحة حقت الهودج دا يعني انت بجمال الهودج دا الدوك هدية أيوة دوني الهدية الميدالية الفضية دي يعني هودجي طلع أجمل هودج ما أجمل هودج لكن جميل عجب الناس أيوة أيوة بيجن الكلام دا كان بالله الكلام دا هاسع ما أطول أيوة والهودج دا شارك تبيه في يعني كأت في احتفال شارك تبيه في احتفال منيل الأبيض في الدورة المدرسية ماشئتي لحد دي النيل الأبيض فالدورة في الهودج والدور المبسيديوه بتاع الطلبة انتي على اختي بيش والداني لها الهوضج بس لماني مع دور المدرسي يعني مش هتعرض التراث بتاعكم ايوه التراث حقا ايوه وانلتي المئفردية دي يعني الميدالية ايوه طيب بتقولي شنو كده برينا في الهوضج في الجمال بقول لهم بتكلم عليهم الضهب الجمروه عزهم قديم ما دوبهم بتعتلوه رافعين راسي خشمي ما بلموه صوتهم عالي مع الرئيس بيتكلموا بقول لهم بتكلم عليهم تيران الجواميس وبعزي لهم اجمل الحديث جودوا رجالا ودهرهم يعيش وصوتهم عالي مع الرئيس هذا هو ملمح من حياة البادية اذا كانت في ولاية جنوب دارفور هذه الظاهرة من حياة العرب الروحة الفرو فغالبا بل بالتأكيد هناك حياة اخرى للقرى المستقرة التي تمارس الزراعة وتظل دارفور هي لوحة متكاملة من حياة اهلها في علاقاتهم في حلهم في طرحالهم في مدنهم في قراهم في فرقانهم اشتركوا في القناة